الاكاونت ده اكاونت عادي جدا عملته وجبت ال4882 صديق عندي في خلال بالضبط خمسة ايام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم شباب ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة كوريزة في الفيديو ده هنتكلم عن استراتيجية لو انت عندك جروب او صفحة على الفيسبوك ازاي تكبرها وفي وقت قياسي تكبر عدد الاعضاء اللي فيها وفي وقت قياسي جدا طيب زي ما انتم شايفين ده الاكاونت ده فيه 4882 صديق ده من الاخر يعني بشرح لكم الاستراتيجية هتبقى ازاي الاكاونت ده اكاونت عادي جدا عملته وجبت ال4882 صديق عندي في خلال بالضبط خمسة ايام هم كانوا خمس تلاف على فكرة بس انا يعني بعد ما اعملت فرز وكده يعني جميع الاشخاص اللي فيه حقيقيين تماما تماما بعد كده بقى بدعوهم على الجروب وعلى الصفحة بتاعتي علشان اكبرها طيب ركز معي كده خطوة بخطوة علشان تعرف ازاي تعمل الكلام ده كله من خلال اداة معينة ومن خلال متصفح معين هتلاقي الملف ده تحميله اللينك بتاع التحميل بتاعه في الوصفة تحت حجمه 98 ميجا تماما اول ما تنزل الملف بشكل ده هتعمل هكليك يمين واكستراكت هير تمام ده المتصفح ودي الاداة اول حاجة هنصطب ان المتصفح نضغط عايس وهستنى شوية كده يا شباب المتصفح اتسطب تماما هتقفله اه تضغط من هنا طيب المتصفح ده اسمه بريف براوزر تمام والاصدار بتاعه زي ما انتو شايفين اه واحد بوينت تلاتة بوينت تسعة تسعة لازم ده تمام لازم ده عشان الاداة مش هتشتغل غير مع ده ولازم الاصدار ده ما يعني ما يحصلوش اوب ديت عشان ما يحصلوش اوب ديت هنعمل الخطوة دي هتيجي هنا هتعمل كليك يمين هتيجي عندي ديتيلز هنا هتلاقي ملف اسمه بريف ابديت تمام هتيجي عليه وتضغط كليك يمين واند تسك واند بروسس تمام بعد كده هتيجي على الايكونة بتاعت المتصفح كليك يمين اوبن فايل لوكيشن وهترجع الورى من هنا بريف براوزر وبعد كده هترجع ورى تاني بريف سوفتوير لحد ما يجي لك الفولدر اللي هو اسمه ابديت تمام فايل الابديت ده هتفتحه وبعد كده هتلاقي الملف اللي احنا عملنا له اند بروسس هتلاقيه موجود هنا هتعمل له كليك يمين وديليت لو ما عملتلش اند بروسس مش هيرضى يتمسح معك تمام طيب نتنقل على خطوة اللي بعد كده هتفتح المتصفح لما هتفتح المتصفح هيجي لك بالشكل ده تمام بالشكل ده كده بعد كده تضغط على التلت شروط اللي على اليمين من فوق دي وبعد كده على مور تولز وبعد كده على اكستنشنز بعد كده الديفوليبر مود دي هتلاقيها مش متنشطة عندك كده فانت نشطها وخليها بالمنظر ده تمام بعد كده اشتغل المتصفح وتفتح الفايل بتاع الاداة بتاعتنا اللي هو ده تمام هتاخد الفايل تمسكه كليك شمال وتسحبه وتيجي على المتصفح وترميه هنا كده كده الاداة اشتغلت عندنا تمام التمام وظهرت عندنا فوق اهي تي اف اف اللوجو بتاعها تي اف اف تمام طيب نتجرب الاداة نفتح الفيسبوك الااداة علشان تشتغل على الفيسبوك بتاعك لازم يبقى بالانجليش تمام؟ لازم الفيسبوك بتاعك يبقى بالانجليش هتغيره ازاي؟ هتيجي على السهم ده وبعد كده على ستي بعد كده هنا وبعد كده تنزل تحت على اللانجونج أند ريجون وبعد كده تعمل هنا بتخليهmbre وبعد كدهara تمام؟ طيب. نخش بقى في المهم. دلوقتي احنا عايزين نبدأ نضيف ناس. واللي يكن مسلا هتعمل سيرش على كريم ده. اي اسم. وتيجي تعلم على هنا علشان يجي لك الاشخاص فقط لغير. شايف بدلا ما تقعد تضغط اضافة 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 اضافة. لا انت هتفتح الاداة من هنا. تمام? وتنزل تحت شوية على فكرة الاداة بتعمل حاجات جتير كتير كتير جدا جدا. منها يعني بتحمل فيديوهات الفيسبوك. ممكن يعني مسلا تعمل كتير يخليه يعمل يعني يشتغل لوحده لايكات. هنا تطرق في الحاجات دي اه بعدين. هتنزل تحت خلينا في المهمة دلوقتي. عند تمام? هتضغط على الحتة دي مهمة جدا. الحتة دي مهمة جدا. دلوقتي هو هيعمل اد يعني هيضغط على زرار الاد لوحده كل خمس سواني لعشر سواني. تمام? يعني من خمسة لعشرة هو بيضيف واحد. طيب احنا عايزين نتكبرها شوية علشان ما تاخدش حظر اضافات. بحيس انك انت بتزبطها وتروح تنام بقى براحتك تروح تخرج وتسيب الجهاز. شغال بترجع تلاقيه ضيف لك الشعب كله. تمام? يعني انا غالبا في يوم ممكن اضيف الف واحد. ممكن تمنمية يقبله او سبعمية. ممكن الالف يقبله. فدي بتبقى حاجة كويسة جدا علشان خاطر بعد كده تدعوهم على الجروب او على الصفحة بتاعتك. فانت ممكن تعلم من عشرة لخمسة سانية دي معقولة. تمام? ولو هتقعد فترات كبيرة خليها من خمستاشر لتلاتين سانية. تمام? طيب. بعد كده تعلم هنا علامة صح اللي هي دا لان كده كل ما بيخلص اللي في الصفحة دي فبينزل لتحت لوحده علشان يحمله ناس تانية. تمام? وهكده هتلاقيه شغاله. كده هو عمل اضافة الواحد. يعني فيه كريم من الكريمات الكتير دول اللي تعملهم اضافة. كده بالزبط بعد عشرة لخمستاشر سانية هيضيف واحد تاني. كده تم اضافة واحد تاني. وهكزا انت بقى بتسيبه او ممكن تشتغل في اي حاجة تانية. يعني انت ممكن تنزل المتصفح وتشتغل في اي حاجة تانية. ممكن تفتح جيم وتسيبه هو شغال مع نفسه. كده تمام اظن الرؤية وضحت. بعد كده بقى بتاخد الناس اللي عندك تعملهم دعوة على الجروب او على الصفحة بتاعتك. ياريت اشتراك للقناة ولايك لان انا بقدم لكم حاجات يعني صعب حد يقدمها. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.